النهاردة الحد الثاني من الصوم الكبير وتسميه الكنيسة أحد التجربة زي ما سمعنا أيها الأحباء الإنجيل المقدس من بشارة مؤلمنا متى الصحة 4 من عدد 1 لعدد 11 بيكلمنا عن أن الرب يسوع المسيح لكل المجد بعد أن صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جع أخيرا وأصعد بالروح إلى الجبل أصعد بالروح الكدس إلى الجبل بعد العماد مباشرة وظل في الجبل صائم مدة أربعين يوم نهارا وليلا يجرب من إبليس وبعد تمام الأربعين يوم جع أخيرا ولما جع أخيرا عدو الخير إبليس فكروا أنه هو إنسان من زباقية الناس قال هجربوا ما أنا بشوف أحيانا يعمل معجزات هو يسوع المسيح له كل المجد ده إبليس اللي بيفكر يعني حيرني معاه مرة قال إيه يصنع معجزات بمجد عظيم ومرة تانية قال إيه يجوع ويعتش ويتعد إيه الحكاية بالزبط هو الله ولا هو إنسان إبليس لا يعرف لأنه ما عندهش العلم الكافي أو المعرفة الكافية إبليس يعرف منك أنت لكن ما عرفش جيبك فاتحير إبليس إبليس ما يعرفش هو يؤمن أن الله موجود كما قال القديس يعقوب في رسلته أنت تؤمن بل الله موجود حسنا تفعل والشياطين أيضا يؤمنون ويكشرون هو يؤمن أن الله موجود لكن طبيعة ربنا يسوع المسيح لكل المجد وشخصه المبارك مش عارف عنه حاجة اتلغبط مرة يشوفه في نهر الأردن أثناء العماد في مجد صوت الآب من السماء جاي عليه بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرة نفسي ويلاقي الروح الكدس حالل على كتفه إبقى إذن هو ده ربنا ولا سيام لما يام المعجزة وفي مرة تانية لقيت عبان زي ما شافوا على الجبل بعد أن أتم الاربعين يوم نهار ليلة صائما انقطاع بدون أكل أو شرب قال معقول الله يتعب معقول الله يأكل ويشرب ويجوع ويحس ويتقلم فهو مش عارف حاجة فالآن هجربه واشوف خلي بالك وخلي بالك احنا صورة ربنا يسوع المسيح لكل المجد على الأرض ولما إبليس بيجربك مش بيجربك انت ده انت انسان ضعيف تطلع ايه انت عشان يجربك يعني ولكن هو بيجرب فيك قدرة احتمالك لصورة ربنا يسوع المسيح لكل المجد هل هتحتمل الصورة دي ولا لا عشان كده كل انسان مؤمن بالحقيقة وبيقرب من شخص ربنا يسوع المسيح لكل المجد ويلتمس نعمته ويتلامس معه في كونتاكت قوي بينه بين ربنا يسوع المسيح لكل المجد تبص تلاقي الشيطان لا يمكن ان يحتمل هذه الصورة ابدا فيحاول يبعدك بقدر الامكان عن هذه الصورة العظيمة انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم هو يحتمل كده يحتمل ان الانسان المسيح يكون هيكل للرب لا ما يحتمل عشان كده عدو الخير ربنا يسوع المسيح لكل المجد سمح له اعطاه السلطان لان لو ما سمح ليه ما كان يدي له سلطان يجرب ليه ليه علشان من تقلم مجربا يقدر ان يعين المجربين ايضا ده بيدلنا مثل بيدلنا تعليم بيدلنا خبرة ازاي احنا نقدر نكتاز هذه التجربة ازاي نقدر ننتصر على ابليس ازاي نقدر علشان كده بيدلنا درس عملي ازاي نقدر ننتصر على ابليس ابليس زي من يحاول يبعد الانسان عن ملكوت الله في ثلاث محاور المحور الاول ما يخص الجسد اللي اللي هيدفن في الطراب اللي هو بصراحة وجبة لدود القبر بس هذا الجسد اللي هو حاليا ان احنا بنكوت بنربي بنهتم بيه فهو عدو الخير بيحارب الانسان في هذا الجسد سواء اكل سواء شرب سواء لبس سواء الشهوات عموما يعني المحور التاني يحارب الانسان في روحه بيحارب الانسان في روحه مع ان الروح دي هي المهمة جدا الروح دي هي المهمة جدا جدا لها نسمة ربنا في الانسان الجسد يموت ويتدفن في التراب ويتحلل اصعي حيرجع مرة تانية بس بيتحلل فترة ولكن الروح لا يمكن ابدا انها تتحلل لها نسمة القدير كما قال في سفر ايوب ونسمة القدير تعقلهم فلما الروح تسعد تسعد للمكر او المحطة اللي هي تنتظر فيها لحد لما يأتي ربنا يسوع المسيح لكل المجد ويجازي كل انسان على حسب اعماله ان كان خيرا وان كان شرا لكن الجسد هيدفن في الطراب ويتحلل ويتحلل الى حين فالمحور التاني ده الروح برضو عدو الخير بيحارب الانسان في روحه عشان يسقطه هذا المهم عنده المحور التاني التالت هو النفس النفسية فعايز الانسان يسقط في شهوة الجسد وعايز الانسان يسقط في روحه روحه تهبط وعايز كمان الانسان نفسيته تتعاظم فيسقط في خطية الكبرياء وينتهي امره قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح بسرعة ايها الاحباء نتكلم عن التالت محور دول ما يشغل العالم الان هو الجسد تلاه اي انسان في اي مجتمع في الشارع في البيت في محطط الابان في الابان في الشغل حتى الانسان هو قاعد مع نفسه يفكر في ازاي يجيب الفلوس علشان ازاي يأكل كويس ويشرب كويس وينام كويس ويعيش كويس هو ده غلط لا مش غلط بس لما يكون الانسان هدفه فقط انه يعيش كويس في هذا العالم انه يعيش مرتاح يعيش مبسوط يدي النفس كل ما تشته النفس فقط خسارة كبيرة جدا هو الشيطان عايز كده عايزك تسقط من روحك كل ما الانسان يفكر فيه الجسد اللي هيدود ده الروح تسقط معه ايه ده جايب من اين الكلام ده فلان نعم انا مش جايبه من عندي لكن القديس بولوس الرسول بيقول لنا الجسد يشتهي ضد الروح طبعا الجسد يشتهي ضد الروح الجسد جاي من طراب الارض فبيشتهي كل ما اتى من الارض حتى الانسان ما هو بيشتهي الانسان مش بيشتهي الانسان بيشتهي الانسان الانسان ايضا جاء من الارض كل ما هو اتى من الارض يشتهيه الجسد طب الروح لأن الروح جاية من السماء فبتشتهي كل ما هو في السماء تسبيح ترنيم أغاني روحية صوم طاهر نقي حضور قدس جميل يصلي كده متمتع بالصلاة الروح عايزة كده لأنها جاية من فوق فبيحصل فيه حرب دائرة والشيطان هو اللي بيقود هذه الحرب الشيطان خبيس عايز يخلي الإنسان ينقسم على نفسه يعمل إيه يخلي الجسد يبقى ضد الروح والروح ضد الجسد وتقوم حرب الإنسان بقى العقله في رأسه يعمل إيه العقل اللي في الرأس ده اللي منقض بالروح الكدس يعمل إيه يرح خاضع الروح ولا خاضع الجسد يخضع الجسد لإرادة الروح فينهزم إبليس على طول كلام ده بقوله الناس اللي تقولك أنا مش بقدر أصوم انقطاعي أنا مش بقدر أصوم الصوم الكبير إلا لما أشرف في نجان قهوة الصبح وحط عليه نقطة اللبن أنا مش بقدر أصوم الصيام من أوله أيها الأحباء ما فيش حاجة ما مقدرش أستطيع كل شيء في المسيح الذي يكوني التفت إلى جسدك اهتم بيه بالترويض روضه مش تسمع كلامه يقولك أنا مصدع الناردة عشان مشربتش فنجان القهوة الصبح وانت صايم ممكن ما تتناولش بسبب فنجان القهوة ولا السجارة ولا أنت متعاود تفتر الساعة كذا ممكن فيه وسائط روحية كتير أو أنت بتحرم نفسك منها من أجل أن أنت مش قادر تقدر بنعمة ربنا يا يسوع المسيح لو كل المجد ما تخليش إبليس يقف يسيطر عليك في موضوع صيامك بالعكس أنت بتدي وتعال على نفسك من أول يوم في الصيام مشاهلا أنا فوت أسبوع أفوت أسبوعين طب أشوف أب أعطرافي أب أعطرافي بتسهل معي شوية ماشي أب أعطرافي هيقولك إيه ما أحنين عليك برضو بس لازم أنت يكون عندك القوة بالمسيح يا سوع تقدر تسيطر على ذاتك على شهواتك لأن الصيام هي كلمة سوريانية الأصل معناها صيانة صيانة للإنسان فعدو الخير عايز يدمر الإنسان أول حاجة من ناحية أنه يشعل الحرب بأنه روحه الجسد وهو يقود الحرب الإنسان اللي له علاقة بالروح الكدس وبربنا يتبصي تلاقي أنه عقله عقله هو اللي بيقود الدفة إذا كان بقى متأصل بأكوار ربنا يسوع المسيح لكل المجد وتعاليمه المقدسة وصيال إلهية على طول الجسد يخضع للروح والروح تسعد تنتصر ده أول حاجة الحاجة التانية بالنسبة لما الشيطان خد ربنا يسوع المسيح لكل المجد على أعلى كمة في على جناح الهيكل وقال له ده يعني أنت لو ابن الله بالحقيقة ارمي نفسك من فوق وهو مكتوب أنه يرسل ملائكته لألا تصدم بحجر رجلك طبعا واخد المزمور بتاع داود النبي بس حتى يعني حوره مقلوش بالزبط لأن في المزمور بيقول إيه لألا تسقط في طريقك أو تصطدم حجرك في المسير تتعرق الخطواتك هو قال لتصدم حجر رجلك بقول كي مفيش مشكلة هنتجوز عن الحتة دي ولكن هو بيقول له ارمي نفسك أحيانا ودي بقى يمكن الحرب العدو الخير بيسرها على رجال الإكليروس لما يبقى في الخدمة ويشعروا أنه ليهم سلطة روحية وأنهم بيصلوا كتير و يعني دايما في الكنيسة ودايما بيتلامسوا مع الزبيحة الإلهية ممكن العدو الخير يدخل في فكرة واحد يقول له إيه ده أنت ممكن تهمل معجزات ده أنت يعني الصلوات التي تصليها دي والجهاد الحلو أول التي تتعمله ده أنت ممكن تهمل معجزات لدرجة أنت مهمك أنت لو قدام عربية والعربية عدت عليك مش يجري لك حاجة ممكن الفكرة يوصل لرجال الإكليروس الضعيف هيسمع الكلام وواحد يجي كده قدامه مهتز نفسيا شوية ويبقى يعني مفكرا عليه روح نجس ويقف قدامه يقول له بقى صليله بقى والروح الجدسي يخرج أحيانا عدو الخير بياخد هذه الألعيب علشان يسقط الرجال رجال الله في خطية الكبرياء والعظمة وإن أنا أقدر أعمل معجزات لا مش مش أنت اللي تقدر مش بنفسك أنت اللي تقدر ده حتى لو كنت أنت بتصلي كل الصلوات وكل الأداسات وبتصوم كل الصيامات وبتقرأ الكتاب المقدس كل يوم كل الكتاب المقدس كل يوم برضو في موضوع المعجزات ربنا مش بيديها للناس الأبرار ده ممكن إخراج الشياطين ده موهبة خاصة ربنا يديها لواحد ما له علاقة أبدا بالروحيات أو واحد كده بسيط وخلاص واحد لا متعلم ولا مسقف كناسيا ولا أي حاجة ربنا يديه الموهبة دي ما يديهاش لواحد من رجال الإكليروس نخلي بالنا أيها الأحباء أن عدو الخير بيبص وناصح قوي ممكن يسقط الإنسان إزاي كل واحد على قد مستوى أما التجربة التالتة لما خدوا على جناح الهيكل أيضا وقراء كل ممالك العالم وقال له أنا هدهالك بس في حالة واحدة بس لو سجبت لي هل ممكن إنسان مسيح يعمل كده فيه الإنسان المسيح الحقيقي اللي فيه ربنا يسوع المسيح اللي لابس الرب يسوع المسيح لكل المجد مش ممكن أبدا ينظر إلى مباهج العالم إطلاقا ولكن الإنسان الضعيف أو الإنسان المسيح إسميا من أجل وظيفة من أجل منصب يزجد الشيطان ويزجد للناس علشان ياخد هذا المنصب طب وبعدين في النهاية هيموت ولا يستفيد منصب ولا يستفيد بجاه ولا بنفوذ ولا أي حاجة خالص بل بالعكس ييجي قدام كرسي المسيح الديان العادل ويبقى مجزي خسارة قد إيه الواحد فخور إن أولاد كنيستنا الأقوياء عظام في الإيمان في أولادنا كتير قوي هو حد يتخيل إن عشان إنسان ما بيجيش الكنيسة خلاص يبقى يسلم نفسه للشيطان لا في ناس أحيانا نحن ننتقدهم ده في ناس ما بتروحش الكنيسة كتير في ناس كويسين دورك إن أنت تجيبهم الكنيسة لكن في منهم ناس هيبقوا أبرار ومنهم ناس هيبقوا قديسين بس دورك إن تجيبهم ما تنتقدش لما بشوف موضوع شهداء ليبيا وقريت عنهم كتير كان ناس يعني عاديين الناس تنظر إليهم إن هم عاديين الناس عاديين جدا ده نقاش وده بيبلط وده بيبيض وده كهربائي وده مش عارف إيه ناس عاديين جدا جدا مش متبحرين في العلوم اللهوتية مش متبحرين في الأمور الكنسية ناس روحانيين بسطاء ولكن لما تحطوا قدام التجربة الفضيعة الشنيعة دي خمسة واربعين يوم محبوسين مهددين مهانين متعذبين اتعذبوا كتير جدا جدا عدو الخير هيج عليهم الأشرار إيه اللي حصل إيه اللي حصل إنهم ثبتوا في الإيمان إنهم انتصروا على التجربة حتى الدم نعم مجاهدين ضد الخطية حتى الدم قدموا نفسهم زبيحة حية مرضية أمام الله قدموا دمائهم قدموا أجسادهم زبيحة حية وانتصروا على العدو الخير فخر فخر الإنسان لما يكون عائل قوي قوي ويبص حروب عدو الخير جاي عليهم في التلات محاور وهو يركز كده ويفكر تتخيل لو واحد منهم قدام السكينة كده أمام أمام الذي في السماء ومن أعترف به كدام الناس أعترف به أيضا كدام أبي الذي في السماوات فحسبوها صح كده كده النار لدك أقوية أقوية بيك فأقوية حد فينا يكون خايف من الاستشهاد بالعكس ده انت خليك جامد وجديد في الإيمان وفرح لا يتهاب إنسان الإنسان المسيح الحقيقي لا يهاب وجه إنسان ولا يرتعب منه بل بالعكس لأنه قوي بالربنا يسوع المسيح لكل المجد فكل الناس الأشرار تصغر قدام عينه وهو شاي في السماء فما يخاف وما يرتعب اجعل الانتصار حياتك وقوع تضعف قدام تجارب عدو الخير لأنه يريد اسقطنا ولكن نحن بالمسيح يسوع الذي انتصر على تجربة الشيطان على الجبل قادرين بنعمته المخلصة أن نحن انتصر على إبليس وأعوانه والنال المجد هو ده هدفنا أن نال المجد لنرى ربنا يسوع ونكون في حضرته ربنا يسوع مسيح إلهنا الصالح يبرك حياتنا لإلانا كل مجد كرام آمن أبدا آمين